موسيقى معكم مرة أخرى من قناة هلا في هذه التغطية الخاصة أهلا بكم مشاهدين الأعزاء قبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي نذكركم بتحميل تطبيق موقع بنت الآن للحصول على كل الأخبار العجلة على هواتفكم بشكل فوري إلى الموضوع التالي يواجه الأهل لذوي الاحتياجات الخاصة تحديات كثيرة ومشاعر مختلطة منذ لحظة تشخيص الطفل وتختلف طريقة المواجهة والتأكلم من عائلة لأخرى ريهام مرعي خطيب من كولنسوي هي أم لثلاثة أولاد أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة تبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة ابنها وتطوير قدراته وإمكانياته وشخصيته ولا تدع الظروف الصحية أن تشكل عائقا أمام كدراته على الانطلاق في الحياة وتشعر الأم ريهام خطيب بضيق شديد من خجل بعض الأهالي بأولادهم ذوي الاحتياجات الخاصة وهي قررت أن تخرج عن صمتها إزاء هذه الظاهرة وأن تتحدث للجمهور حول أهمية تقبل هؤلاء الأولاد ومساعدتهم في الانخراط بالأطر المناسبة ودعمهم ومساندتهم مساء الخير ريهام مرعي خطيب هلا عمي مساء الخير أخترهام يعني هلت بالبداية أريد أن أسألك ذوي الاحتياجات الخاصة موجودة في كل مكان في كل بلدة في كل مدينة هل بالفعل هذا الشعور الذي ذكرتيه هنا في المقدمة يشعر به ذوي الاحتياجات الخاصة من موقف سلبي للجمهور بداية أنا كثير ريب أشوف ناس أو بتفاجأ ببعض الناس أنه بعرفش كيف بحسوا أنه كيلو عندهم ذوي احتياجات خاصة أنه ممنوع نرجي نطلع على الشارع ممنوع حدا يعرف أنه في عنا ذوي احتياجات خاصة في البيت ظاهرة اللي عن جد كانت وما زالت أنه لحديث الآن بنسبة كليلة بس برضو في لليوم أنا أحب أن أوجه صوت إلى جميع الأهل أنه بالعكس لما يكون عندنا هكي ولد وهكي طفل أو هكي صبي في ذوي احتياجات خاصة لازم نطلعهم لازم نعرفهم على الناس على المجتمع الناس تعرفهم نعطيهم حقهم زيهم زي أي بني آدم عايش طبيعي في حياته من حقهم يعيشوا من حقهم يحصلوا على كل شيء زينا زيهم ومش لأنه إحنا عنا إجراء أنه هم كاعدين على كرسي متحركة معناته أنه ممنوع يطلعوا على الشارع ممنوع يواجهوا الحياة بالعكس لازم إحنا ندعمهم لازم نعطيهم هاي الفرصة أنا عندي ولده وإحتياجات خاصة صحيح بداية عانيت من كثير أشياء توصلتوا لها المرحلة اللي هو سهو فيها هو هس عمره 14 سنة بداية كان الإشياء صعب كثير وجدت له إطار المناسب إله كانت معاناة كثيرة من البلدية طبعا أنه الولد بدهم الشياء يطلع برية البلد لازم يبكى في البلد فأنا حسب ما شفت ما كانش أيامها في طفولته يعني الإطار المناسب إله فأنا هنا في طموحات والأشياء أني دورت ساعت سألت السؤال المشعب بالعكس لازم الإنسان لما يبكى عنده هكي طفل لازم يكون قوي شخصية قوية في الشيء اللي كله ممنوع أو من ناحية حتى دينيا لأنه كثير سمعت أشياء أنه ليش طبعا عند الوسط اليهودي ليش مش عند الوسط العربي من ناحية الدينية لأ إحنا من ناحية دينية بيظلوا ابننا ابن مسلم عربي أنه هناك الفئات من هؤلاء بيشعرون بالتنمر يعني فيه فيه هيك وفيه هيك أما أنا بدي أحكيك عن حالي كعن ابني أنه كانت لنا شوية صعوبة بس الحمد لله لأني أم كوية وسعيت وكان طبعا زوجي دعمني في هاي الأشياء عن جد بتشكره أصدقائي وصديقاتي كثير دعموني أنه لا لازم تسعي لازم يدوري فعن جد لكيت له أطار في بيت سيفر أون في تل أبيب أول إشي كان له جان بيت سيفر أون ولحد ديت الآن هم في هاي المسجارة كنت بداية أعاني ما فيشي مثلا لبركي مثلا هو بده تسريح كيالو برخات يعمل التمر بيركي خاص يعني بالزبط كنت روح على بيت إيزي شبيرة برانانا كان الولد روح الساعة أربعة طا أطلع في أخرى مشوار طا نوصل الدار اللي فاحوط الساعة تسعة بالليل هاي الأشي كان ساعد كثير علي هل هو بحاجة للتحرك لمساعدة يعني أكيد 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 بده وزط رابيا بده ورط رابيا بده ورخيبات سوسيم هاي الأشياء كانت وهو يشاهدوننا الآن يعني أكيد 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 ونحن طبعا نواجه له وتحيب شايفنا وعارف عن إيش بحكي وأنا بالعكس يعني أعطته الشخصية حتى لو أني أحكي عنه بالعكس هذا اللي فخر إنه أنا عندي ابن زي بشار وأنا فخورة فيه كثير فهاي الأشياء اللي هي ما كانتش موجودة عندنا والحمد لله هسا الكيتها وهو هسا بأطار عن جد إنه كثير كثير منيح أتريحت من الروح والجيان من ناحية مشوير حتى الولد كان يتعب من هاي المشوير بتأمل عن جد بتأمل إنه في الوسط العربي يكون زي ما عندي الوسط اليهودي كل إشي متوفر يعني حتى عندنا في كلانساوي هاي الأشياء اليوم هو قانون يعني بلديات يجب عليها البنك يجب عليها كل مؤسسة يجب عليها أن توفر الراحة لهؤلاء متباق الناس من المفروض إنه يكون من المفروض بس أنا حسب ما أنا شايفي لحديتي الآن لا حتى عندنا في كلانساوي مش موجود هاي الأشياء يعني بنوا إنه مدرسة لحينوخ ميوحاد تعليم خاص بالضبط لتعليم خاص ما شفتش فيه إنه في بركيه ما شفت مش شايفها المدرسة إنها أصلا مناسبة من ناحية للولادة وإحتياجات خاصة أما من ناحية وصول وخروج من ناحية وصول وخروج هاي مكاسف من ناحية وصول وخروج هاي مكاسف بس لازم برضو يكون أشياء ثانية وأنا كان طموحي بالأزيد وبالأكثر إنه كمشروع وطرحتوا على البلدية بس ما لا حديتي الآن طبعا من كابل سنتين إنه نفتح مشروع زي بيت سفر مدرسة؟ لا مش مدرسة زي أطار بيتك القليم هاي بيتك القليم اللي هو بستضيف الولاد بنهاية الأسبوع جمعة سبت بحتوهم أولاد اللي هم من صف 12 كل 10-11-12 بيكونوا مع الولاد كأصدقاء فعاليات رحلات هاي الأشياء كثير بتريح يعني حتى نفسية الولاد بتكون غير لما أنت تطلعوا على هيك أشياء مماش بتكون غير فأنا حبيت أن أقترح هذا الاقتراح عنا في البلدية وساعات في المشروع وكعدنا جلسة ولحدتي الآن بستنى في رد الجواب إنه يكوننا مشروع زي هاي عشان أبو أم جمعة سبت حابين يطلعوا وعندهم هيك الظرف ومش عارفين يحطوا الولد في أي أطار إحنا بنحتوي جمعة سبت منه الأهل إذا عليهم مشوار بيطلعوا منه الولد بيكون مبسوط بيغير جو بيطلع من البيت يعني بتأمل بتأمل إذا هست هم يسامعيني عن جد إنه يكملوا لي في المشروع اللي أنا عن جد حاطة ترى إني أكمله بعد إن شاء الله ما أخلص اللغة التانية يعني تواجهك لبلدية كالنساوي؟ بالضبط بتوجه لرئيسي البلدية إنه هاي المشروع يتم أنا أحكيت فيه كذا مرة وما شفتش ولا أي رد كل مرة بأجله الموضوع أه أنا هذكرت كالنساوي هل متوفر حسب علماتك متوفر في الوافط العرب كي تقول لا 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 أنا أبحكي كاكالنساوي يعني إحنا كنمش بهاي الخطوة ساعتها إذا بنفتح هذة الأطار عنا في كالنساوي رح يكون لطيبة لطيرة رح يكون لجميع منطقة المثلث لهون زي ما إنا مثلا بيتلقاليه في الهرتسلية يضوم ويشمل المناطق الكريبة لهم وأنا حابة أن يكون عندنا في كلان سوي كإحنا نفتتح هذا المشروع كبداية بتبكئنا مليح هاي اللي أنا قصدته إنه للولاد كثيرا رح يكون مليح وبنفس الوقت للولاد الثانويات نجاياست الميديم بدل ما يظلهم لولاد مش عارفين وين يروحوا ومش عارفين شو يعملوا جمعة سبت يقعدوا مع هيكي ولاد يعطوهم من وقتهم بنبني أصلا شخصية عند الولاد كابل ما نبني شخصية للولاد اللي ذوي احتياجات الخاصة إحنا هنا بنمشي على إشكالية اثنين مش واحد طيب يعني نريد نسأل يعني ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا يجب هم مثل باقي الناس يجب أن لا نخجل بهم يجب أن ندعمهم كل الوقت أنت من تجربتك يعني كيف توجهين ندائك للأمهات للأباء أن يتعاملوا معهم حتى في داخل الأسرة في هذا الظرف الكورونا يعني الجميع يحاول الابتعاد عن الآخرين صراحة طبعا أنا بتمنى أن الوباء ننته منه قريب إن شاء الله للجميع بغض النظر من الكورونا ومن كابل الكورونا فيه كثير اللي عن جد بحاولوا كدش يقدرهم يتلعوش أولادهم للمجتمع بحس إنهم مش بتحس إنهم زي بخجلوا أو إنه في عندهم إشي اللي هيكي بسويهم أو إنه من عنيان الشفقة بدهم مش حد مثلا نشفك على إبنهم بالعكس أنا بقول هاي نقطة مهمة ناحية الشفقة يعني أول إشي لازم نبني هاي الإشي في الولد أو في البنة إنه لو تطلع على الشارع وحدة ابتسم لك أو إشي أو أحكي لك كلمة ما تأخذها شبعينيان شفقة خذها بعينيان حب أنا هيكي بنيت مع إبني إنك أنت عندك صح أنت كاعدة على كرسي متحركة بس في عندك إنتي أشياء ثانية إنتي حلو أخذت من هاي العبارات قلت له أغمض عيونك أغمض عيونه قلت له هاي نحن نتفرج على التلفزيون عم سلسل إنتي بتحبه أو أفلم كارتون مش مهم الإشي إنه يميتها قلت له أغمض عيونك فغمض قلت له إنك تشوف ولا إنك ما ما تمشيش كان قال إلا إن أفتح عيوني أشوفكم وإني ما مشيش أنا عندي كرسي متحركة اللي بغدر أتحكم فيه فعشانيك أنا دائما بتوجه للأهل أعطوهم حريتهم أعطوهم يبكي عندهم قرار أقعدوا معهم مدخلهم مش يحسوا بإحساس إنه لما نطلع الشارع إنه هاي رح يشفك علينا هاي رح يسمعنا كلمة مش لأنه بحبنا لأنه بشفك علينا لا أنا بوجه رسالتي للأهل يعطوا الولاد أول إشي الثقة في النفس كبل أي إشي يعطوهم الثقة العالية تالولاد لما يطلع الشارع ما يحسوش بهذا الإشي وهذا الإشي اللي أنا بناته مع ابني وكنت أقعد معاي يعني أنا ويا لحان لدرجة مكاني عنده أمل إنه يمشي كعتنا ويا قلت له يا إمي إنه خلص إنه بدناش نظن نقول بدنا وإنه رح نمشي إحنا هاي واقعنا ربنا هيك خالكك هيك رح تظل رح تستمر الحياة رح تتعلم أنا معاك أبوك معاك العيلي معاك أنت مش لحالك فأنا دائما بقول أعطوا لولاد الثقة أعطوهم هاي الأشياء والأشياء اللي بتصحلهم من الدولي كتكثيف لهذا اللي ولاد ميزاني الميزاني ما بيجي بعطوها لإلهم يعني كيلو للأهل هاي بيجي بعطوها عشان انتو تعطوا الولد حقه يعني في كثير حقوق للولاد اللي هي بيطالبوا فيها اللي هي مش واصلتهم رحلات في بعض الأهل اللي بفضله يعني أخذنيش يستغلوا هاي الميزانية لأشياء ثانية للبيت للأخوة لبنات هاي نقطة مهمة نقطة مهمة ذوي الاحتياجات الخاصة نظرت المجتمع إليهم وطبعا الدعم هل هناك هل هو يتواصل مع أصدقائي مع أصحابي في هذه الفترة بالذات طبعا أنا بسمح له في طريق انه هسا بما انه ممنوع نشوف بعض كثير والأصدقاء بسمح له عن طريق الزوم انهم يحكوا مع بعض صحة مشتفات في الزوم محادثة مشتركة مع بعض أصحاب أصدقاء هاي الأشياء انه لازم يضل بتواصل لأنه إذا منعملش هيك رحب كوضع ثاني من ناحية نفسية لأنه الجلوس بالبيت يعني أزيد وقت وفي الشي مدارس حاليا كثير صعب فأنا بعطي هاي المجال انه يحكي صحات المحادثة متأسف لأنه أنا كثير في العمرية العربية في المحادثة المشتركة هذا الإشي بالعكس بساعد وبدعم و بنفس الوقت بيعطيهم شو بدهم يعملوا طيب ابكوا معنا ابكوا معنا الآن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الحديث معك إذا أنا عزيزي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذه التغطية الخاصة ضيفتنا في البرنامج هنا ريهام مرعي خطيب أم لأحد الشباب من دول الاحتياجات الخاصة نريد أن نسأل كنا نتحدث قبل قليل عن أمور خاصة بهؤلاء دول الاحتياجات الخاصة أنهم يحصلون على مقابل من التأمين الوطني يدفعون لهم مبلغ معين كيف تستغل العائلات مثل هذا المبلغ؟ صراحة في بعض الأهل بيستغلوه لأشياء شخصية داخل البيت أمور غيرها يعني أنه هم يبعثوهن للولد نفسه لأنه عن جد فيه كثير أشياء والطلبيات والحاجات ملتزمات كثير إلو اللي يستحق إنهم الأهل شوي يعطوا هاي الأشياء لهاي الولد مش يستغلوها لأشياء ثانية لأخوي ثانيين لبناء بيت لأخ لأشياء ثانية بتخص البيت مش بتخص الولد وكثير كاعد بتوجهوا لي ناس اللي كاعدين بيسألوني شو نعمل شو نساوي كثير مثلا إنه عنا مثلا أخ بعاني من هاي الأشيي بما إنه أخه الكبير مثلا هون مسؤول عنه وأخه الكبير مثلا بدنا نكون مستغل حقوق هذا الأخذ اللي هو ذوي احتياجات الخاصة شو نعمل فكثير توجهولي وأنا صراحة كثير ساعدة ناس ورح أساعده ورح أكون عنوان لأي حاجة بكرنا بالحديث أيضا الأخ نواف زميرو هذا طبعا هو مثال يحتدى به في الصبر وبالفعل كيف التواصل مع نواف أنا الصراحة بدا أتشكره من كل كلبي هو كان بمصاري كثير كان كنت استشيره بأشياء والحديث الآن هو العنوان عن جد الله يعطي السحه أخه كبير داعم لكثير ناس وأصدر كتاب اللي هو عن جد ساعدني أنا قرأت كتابه كلياته كنت لما تطلع الولد وين يتطلع مثلا عينه وين بتطلع أعرف شو بده أو وين بتطلع هاي الاشي كان يرجع الفضل للأخ نواف عن جد وكثير كثير بتشكره وأنا معاه دائما في تواصل وأي حدا بيستشيرني وهو يتواصل مع الجميع يعني برجع وبتواصل معاه لأي شيء عن جد بتشكره من كل كلبي طيب أخت رهام مرعي خطيب شكرا لحضورك إلى الستوديو هنا ونأمل طبعا التوفيق بس قبل ما ننهي البرنامج أنا عن جد حابة تشكر لكل حدا دعمني لكل حدا وصلني لوين أنا من أهل من إخوي من أصدقاء من صديقات حتى من وديرة مدرستي عن جد أنا بتشكرهم كثير وبالذات لأب ولادي لزوجي وعن جد شكرا لكم على الاستوديو شكرا لهم جميعا إذن ننتقل عزاء المشاهدين إلى الموضوع التالي